الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعزائنا المتابعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واليوم بمسيئة الله نبدأ أولى حلقات تصحيح التلاوة فنقرأ الآية أولا ثم نعلق على بعض أحكام التجويد بشرحا يسيرا مختصا فنبدأ مستعيدين بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ حرف الذال هنا من الحروف اللتوية وهي ثلاثة أحرف الذال والضاء والثال هذه الأحرف الثلاثة تسمى الأحرف اللتوية نخرج فيها طرف اللسان قليلا ونجعله يلامس الأسنان فنقول قل أعوذ ذا ذا أو مثلا العظيم أو مثلا للثا ثا ثا ثم ثم وهكذا أيضا لدينا حرف النون المشددة فنقول قل أعوذ برب الناس فهنا النون المشددة إذا كان لدينا نون مشددة أو ميم مشددة نفعل بهما غنى فالنون والميم هما حرفي الغنى فنقول الناس هكذا ملك الناس أيضا نون مشددة بهما غنى إله الناس من شر الوسواس الهنى من شر نون ساكنة وجاء بعدها حرف الشين فهذا يسمى إغفاءا حققيا فنقول من شر مع غنى حركة من شر دل شر دل نلاحظ هنا حرف الراء مشددة لكن تحتها كسرة فهذه الراء مرقفة شر دل وسواس الهنى هو مشددة أيضا بها غنى الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس الألف ألف الوصل أو همزة الوصل ثم اللام بعدها اللام الشمسية بعدها الحرفان لا ينتقل فنقول والناس هكذا الله ولي التوفيق ترجمة نانسي قنقر